اشتركوا في القناة تحتل المكانة الرفيعة والغالية في قلوب الجميع لما لها من أثر في تنمية قيم الإخلاص والولائي للوطن يطيب لي وبأبلغ معاني الولاء وأعمق مفاهيم الانتماء أن أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه راعي النهضة الوطنية المباركة ومرسخ أركان دولة المؤسسات والقانون وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وأحياء الذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ويسرني أن أهنأ كافة المواطنين الكرام أهل الوفاء والعطاء والمحبة والطيبة والأصالة الذين ساهموا بكل إخلاص وتفان في مواصلة خطى الأجدادي والآباء والبناء على ما تحقق من تاريخ حضاري ولا زال أبناء الوطن يضيفون في كل يوم صفحة مضيئة لسجلة ويتوجونها بالولاء لقيادتهم الحكيمة وصدق الانتمائي لوطنهم ولا بد لنا في هذه المناسبة الوطنية الغالية أن نقف وقفة وفاء وعرفان نستذكر من خلالها إسهامات حكام آل خليفة الكرام الذين عبدوا الطريق لما نشهده اليوم من نهضة شاملة انطلاقا من المؤسس القائد أحمد الفاتح ووصولا للتحولات المفصلية في عهد والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرات حيث شهد الوطن قيام الدولة الحديثة المعاصرة والتي بلغت في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أرقى مستويات التقدم والنماء والازدهار وليس أدل على ثقة التقدم والريادة للوطن الصغير بجغرافيته العظيم بتأثيره على مستوى المنطقة والعالم من أن يكون قدوة ونموذجا في قيم التعايش والسلام ومثالا يحتذا به في مسار عمله ونهجه الفريد نحو تعزيز المبادرات التنموية النوعية التي بقيت تواصل تسارحها نحو الأهداف والغايات وتحويل التحديات إلى فرص نجاح رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر